متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله حنركز في فيديو اليوم على الوكيل الذكي كيمي ريسيرشر من شركة مونشوت اكيد احنا استخدمنا الفترة اللي فاتت كيمي كي تو وجربنا من قبل كيمي 1.5 ولكن من شهر شركة مونشوت اطلقت الكيمي ريسيرشر وهو عبارة عن وكيل مستقل بيشتغل بتلات ادوات رئيسية ادات بحث داخلي فوري متصفح نصي للمهام التفاعلية اداء للبرمجة وتنفيذ الاكواد وبيقدر يشتغل بالتلاتة دول انبرل كده مع بعضهم في انجاز المهام وبعكس ادوات اخرى بتعتمد على تعدد الوكلاء ولكن من شهر استخدمت وكيل واحد فقط مدرب بشكل كامل بنظام الـ RL او الـ Reinforcement Learning عشان يحل المهمة من البداية للنهاية النموذج بيتعلم التجربة والخطأ وده بيخليه تحسن بشكل تدريجي مع الوقت هو بقى بيستخدم اي نموذج زي ما قلتلك هو نظام ذاكي مستقل بيعتمد على نموذج داخلي من سلسلة كيمي كي سيروس وهو مصمم لأداء مهمات بحث تفكير متعددة ومتوسط عدد خطوات التفكير بتوصل لحد 23 خطوة مع زيارات لأكتر من 200 رابط في كل مهمة حصل على أداء عالي في الـ Humanities Last Exam وأيضا في معيار الـ Expans Deep Search حق 69% متفوق على نمازج قوية زي O3 ندعو نقول إن كيمي ريسيرشر هو دليل قوي على قدرة التدريب بنظام الـ RL أو الـ Reinforcement Learning بدأ إنه يقترب من الذكاء القادر على التخطيط والتنفيذ الذاتي في مهام حقيقية بالوقت هنجرب مع بعض ونشوف هذا النموذج بيشتغل إزاي داخل كيمي.com هذه المنصة اللي حطي لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو يلا بيناك ويرجعنا لكم مرة تانية على كيمي.com انتوا أغدين بالكون الواجهة بتاعته اختلفت شوية يعني في شوية كده يعني Animation و Visuals موجودين حاجة بسيطة يعني ولكن هو الـ Interface بتاعه سهل جدا في الاستخدام وحنلاقي إن الـ Researcher زي ما انتوا شايفين كده لو انت روحت دست عليه وفعلته وبقالونه كده أزرق زي ما انت شايف حتلاقي إن هنا بتختفي النماذج حتلاقي لكيمي 1.5 موجود ولا 2 موجود بمجرد ما حتدوس عليه كده وتعمله Disable حتبص تلاقي النماذج الكي 2 والكي 1.5 موجود وتقدر تتحرك من خلالهم عشان كده أنا بقولك هو بيشتغل بنموذج داخلي وهو وكيل مستقل بيشتغل كده مع نفسه انت كمان لما بتفعل الـ Researcher بالمنظر ده لو رحت ليه Tools فهنا بيقولك Internet Access is required in researcher mode بشكل عام يعني الانترنت لازم يكون فيه Internet Access فما تقدرش ان انت تعمل Disable ايضا بالنسبة لي Reasoning ايضا الThinking Mode لازم يكون متفاعل فالاتنين دول بشكل عام by default يعني هما متفاعلين فما تجيش جنبهم هما الاتنين متفاعلين طب هل هنا فيه إمكانية ان انا ارفع ملفات؟ لا هنا بيقولك file attachment are not available in researcher mode يعني انت بتطلب الطلب بتاعك وبتسيوه بقى هو يدور عبر الانترنت يعني وترجع له مرة تانية لحد ما يخلص فإذا هنا ما فيش إمكانية ليه رفع الملفات حنيجي بقى للسؤال الشهير هل هو مجاني؟ تماما انت ليك خمس مرات بشكل مجاني في الشهر مش هتقدر تستخدمه أكتر من خمس مرات فحاول ان انت تستفيد منه بشكل جيد ما تضيعهوش في أي أسئلة وخلاص يعني استخدمه لما تكون فعلا محتاج تحصل على تحليل دقيق الحاجات اللي محتاجة تحليل دقيق ومحتاجة ريبورت كده يكون كامل ووافي وفي مصادر موثوقة استخدم معاها الريسورش الأسئلة العادية استخدم معاها كيميتو عادي جدا هبتدي هنا حط التوسك بتاعي وهنا أنا طلبة منه انه يقارن ما بين تأثير التعليم عن بعض والتعليم الحضوري على أداء طلاب الجامعات في الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا مدعوما بمصادر أكاديمية المطلوب أنه هو يدور في دراسات علمية استخلاص المؤشرات الرقمية مهم جدا الأرقام وتقديم تحليل نقدي وهبتدي أدوس انتر هنا علشان الوقت أنا دخلت بقى على طول كده يعني إيه على الطريقة بتاعة البحث بتاعته ونشوف مع بعض كمان الإجابة أول ما دست انتر أبتدى الأول يقولي لإجراء مقارنة دقيقة وشاملة هل ترغب في أن يركز البحث على بلدين معينة أم يجب أن يكون النطاق عام للمنطقة بأكملها بالإضافة إلى ذلك ما هي الجوانب المحددة لأداء الطلاب التي تود التركيز عليها مثل تخصيل الأكاديمي المشاركة الرضا على المهارات العملية يعني قبل هو ما يبتدي يشتغل في أي حاجة مشانا نديله كده التسكب خلاص لأ هو بيسألني أنت عايز تركيزي على الشرق الأوسط بشكل عام ولا على بلدين معينة وهل أنت عايزة تركيزي على جانب معين ولا كل الجوانب فأنا قلت له لأ المنطقة بأكملها وركز على كل الجوانب بعد كده قال لي أنه حيقوم بإجراء مقارنة شاملة بين تأثير التعليم عن بعضه والتعليم الحضوري وحيشتغل عليه وسأعود إليك بالنتائج قريبا وبيبتدي بقى أنه هو كده يفكر ويشتغل على التسكب تاعي وبيظهر لك تحت يعني روح اعمل لأنت عايزه ابحث داخل كيمي بقى بأي نموذج تاني وارجع في أي وقت حيكون التقرير جاهز حيبتدي اشتغل ويدور هنا بيبان هو دور الويب سورش في الغالب بتكون الريفرانسز اللي هو استعان بيها بعد ما بيكون دور فيه العديد من الويب بيجز وعشان تقدر أنت تبص برضو وبردو لازم تتأكد من مدى قوة المصدر اللي هو جايب منه مهم جدا بأكد على هذه النقطة وفي الآخر خالص بعد ما بيخلص العملية بتاعته احنا ماشيناه بيبتدي جينريت ريسيرش ريبورت يعني هو خلاص كده خلص بيبتدي أنه هو يعني ينشئ لي الريبورت بتاعي اللي هياخد من حوالي من خمس لعشر دقايق وحرجع لكو بعد الريبورت ما يخلص راح زي ما قلتلك أنه هو بيستخدم ثلاث أدوات في عملية البحث اتكلمت عنهم في البداية وحنشوف النتيجة مع بعض تم إنشاء التقرير اللي أنا طلبته زي ما احنا شايفين تقدر تعمله download أو تاخده copy وهنا عطاني المقارنة عطاني كده زي مقدمة عن الموضوع ومقارنة تأثير التعليم عن بعض والتعليم الحضوري التحصيل الأكاديمي دراسة حالة خد use cases درسها في دول مختلفة زي ما احنا شايفين وطبعا أنصحك دايما نقرأ وشوف المصادر وتأكد من المصادر ده مهم جدا ومن المؤثرة في التفاعل والصعابات التقنية المهارات العملية كل الجوانب بعض التجارب زي ما قلت لك عرضها حاجات العلاقة بالمختبرات حاجات العلاقة بالتحديات في بعض الجامعات وعطاق توصيات لتحسين فاعلية التعليم عن بعض في الشرق الأوسط في الآخر خالص بقى بيبتدي يشتغل على إيه؟ بيشتغل على الانتر اكتف ريبورت حياخد وقت بيستخدم الكودينج تول أو الأداة الخاصة بالبرمجة علشان يعمل الانتر اكتف ريبورت وده اللي احنا مستنين نشوف النتيجة بتاعته انتهى من الانتر اكتف ريبورت وهنا بعد ما بيخلص بتدوس بريفيو بتشوفه قدامك هنا الكود اللي اتعمل بيه وهنا البريفيو الانتقال ما بين التوموتس التعليم عن بعض مقابل الحضوري ملخص تنفيذي التحصيل الأكاديمي زي ما احنا شايفين الريبورت الأرقام مفصل هنا الانتر اكتف ريبورت مستنو شغال كده بالضبط شبه الباور موينت الحاجة فيه بتكون يعني فيها سامارايزيشن أو فيها تلخيص أكتر وبيركز على الحاجات المهمة وبالأرقام بتكون واضحة فيه وبيقدر يحط فيه شارت بيقدر يحط فيه جراف برحته تماما طبعا الانتر اكتف ريبورت المصاحب للتقرير بيخليك تقرأ التقرير بشكل أفضل وأسهل ده منتهى البساطة النهاردة شرح الجزء المتعلق بالريسيرش الموجود داخل كيمي أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة مهم جدا يا جماعة أنتوا تستفيد من هذه الأدوات وخصوصا لما تكون بشكل مجاني أنت ليك خمس مرات في الشهر حاول أنت تستفيد بيهم والنتاج بتاعتهم جيدة أيضا شوفهم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يوزين بقولك في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم متابعينا الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا لأول مرة ننساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته